النجاح في حياتكم محتاج حاجتين التجاهل والثقة سلام عليكم هلو هلو يا مسائل جمال عليكم يا أميراتي وحشتوني كتير كتير من فيديو مبارح يارب تكونوا في أحسن حال وأهلا بيكم في فيديو جديد سيدة تركيا تعودنا منها على الطاقة وعلى البهجة حبها كده للجمال وللبساطة وكمان حبها لبلكونتها كل التفاصيل الجديدة هنعيشها مع بعض النهاردة في الفيديو عايزة لايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الأحلى برحب بكل تعليقاتكم الجميلة شكرا جدا جدا يا مونة سلاميلا على كلامك الحلو والصبوحات حبيب الحلوين اللي بينوروني دايما وأحلى نودي طبعا نادا شكرا جدا جدا على اهتمامكم وعلى تعليقاتكم ويشرفني كمان لو انت لسه جديدة اكتبيلي تعليق عشان أرحب بيكي ويشرفني طبعا اشتراككم في القناة وتبقوا واحدة من عالتنا الجميلة تعالوا مع بعض بقى نبدأ فيديو النهاردة مع السيدة التركية اللي قلتلكم كده كلها راحة نفسية وكلها جمال حبها للمطبخ حبها للأكل وازاي تبدع كمان في التقديمات حبها كمان هي بتعمل أعمال يدوية شفنا أول مقطع من الفيديو كانت بتعمل حاجات الخيوط والكروشي والتريكو والحاجات دي هنعيش معها شوية من التفاصيل الجميلة اللذيذة شوفوا يعني دايما كده الفطار نحاول نبدأ يومنا كده بحاجة حلوة مش حاجة سريعة سريعة لا شوفوا بتعمل تقديم حلو بتعمل مغبوزات بتقدم الأكل بتاعها بكل أنواعها المختلفة تخلي صفرتها مليانة من الألوان الحلوة فدايما كده يعني نحاول نبدأ يومنا بحاجة من الطاقة وحاجة من النشاط كمان برضو عارفين دايما ان احنا بنشوف الأطراق بيعملوا حاجات بيحاولوا على قد مقداروا يستخدموا الحاجات الطبعية ويعملوها بكميات كبيرة طبعا احنا ممكن نستغل بقى المواسم يعني مثلا ممكن موسم مثلا زي الطماطم منها تعمل الزلصة اللي هتستخدمها في الأكل بعد كده وتعملها بكميات وتحتفظ بيها ببرتمانات عندها فطبعا ممكن نستخدم المواسم بقى اللي بيبقى فيها الطماطم حلوة اللون الأحمر الحلو ده كمان يبقى سعرها حلو فتقدر تجيبي كمية توفر معاك فانا هلازم نستغل للزروف والمواسم بتاعت الفكهة والخضار ونقدر نعمل حاجات كتيرة زي دي كمان زي ما عملت كده الطماطم وشفنا طريقة التخزين الحلوة بدأت كمان ان هي تعمل الفلفل الأحمرية عندها زي مزرعة مليانة بقى من الخيرات كده ربنا يزيدها ويزيدكم فبدأت ان هي تستغل لكل الحاجات اللي عندها دي وتعمل زي ما قلت لكم حاجات طبيعية عندها في البيت تستخدمها وطبعا في نفس الوقت هي بتعملها بكميات عشان تبقى موفرة عليها وقت ومجود كتير هي جابت هنا الفلفل وبدأت ان هي تشويه بعدين طلعت بقى البزور اللي كانت فيه وبدأت ان هي تعمله تفرمه تبقى زي البيوري كده وتحفظه برضو في البرتمانات وتستخدمها على طول على الأكل على التوست أو على العيش ممكن تستخدمها كمان تدخلها في أكلات تانية فبرضو حاجة لذيذة قوي طبعا هي جابت البتنجان برضو شاوته بس مش عارفة ازا كانت فرمته مع الفلفل ولا ده خزنته كده لوحده فانتوا برضو قلولي لحد عنده تجربة مع الحاجات أو الأكلات أو التخزينات التركية يقول لنا برضو الفلفل كان لوحده ولا الاتنين مع بعض بما انها كانت بتشويه كمان مع الفلفل لكن هنا كمان تعالوا نشوف حاجة تانية اللي هو اللبن طبعا اللبن بعد ما بيرلي لو حطيته عليه شوية من الخل هتلاقون انه بدأ يجمع كطع من الجبن كده فهي بدأت بعد ما غلت كمية اللبن اللي عندها وحطت عليها شوية من الخل بدأت تطلع كل الكتل اللي هي تكونت عندها دي وصفتها كويس جدا جدا من الميا شوفوا ان هي كمان بدأت انها تخسلها وتصفيها يعني تخسل كل بواقي اللبن اللي موجودة فيها وبدأت كمان اللي هو اللبن بقى اللي هي الميا اللي طلعت منه بدأت انها تستخدمها في المعجنات ده طبعا الجبنة بعد ما صفت كل ميتها وتمسكت مع نفسها بدأت انها تتكون بالشكل الحلو ده وبدأت انها تاكلها بقى مع الخضار ومع الفكهة واللبن التاني اللي استخدمته في المعجنات وعملت به العيش فبرضه بتستغل كل حاجة مش بترمي حاجة لأ بتقدر انها تعمل كل حاجة متاحة عندها وتوصل لأفضل نتيجة وأحسن طبعا طعم كمان هنا برضو فكرة لذيذة قوي حبيتها ان هي بدأت تجيب اللامون تقطعه كده الشرايح وتحط معاه كمان يعني اي قطعة فكهة بقى ممكن تحطي بلو بيري تحطي كريز تحطي فكهة اي فواكه تقطعها شرايح وتحطيها وشوفوا جمدتها على شكل وردة كده فيه حطيتها فينجان وبدأت انها تلفها فيه كيس وتحطها وتجمدها وتستخدمها بعد كده انها تحطها في المشروبات استخدم انواع فكهة بقى مختلفة بمشروبات مختلفة تقدري ان انت تقدمي اي مشروب عندك بطريقة حلوة نفس الوقت تسقع لانها طبعا فيها تلجو كده فتبقى انت عملت شكل وكمان استفدت بي السقعية بتاعتها كمان اعمالة اليدوية الجميلة جدا شوفوا برضو فكرة هنا ان هي تعمل اللامبة بتاعتها بإطار نازل منه كده الحاجات دي اللي عاملة زي الخوس كده لايقى كمان مع الكوشنز اللي هي حطها وكمان الطبق اللي على الترابيزة كل الديكور متكامل مع بعضه طبعا ايش اهل البلكون احنا تعودنا عليه بكل تقدماتها وافكارها اللي دايما كانت بتهتم بيها وتهتم بالزرع وبالستايل كمان دا المقطع اللي شفناه في اول الفيديو الخيوط اللي هي بتعملها دايما كانت بتعمل حاجات مشغولات يدوية بالخيوط حاجات تلبسها وحاجات كوشنز وحاجات مفارش حلوة قوي لو عندك موهبة زي دي طبعا ان انت يعني اكيد انت هتكوني حبها وحبة ان انت تعمليها فهتبدأي في حاجات كتير عندك في البيت وهتبدأي ان انت تعملي حاجات اكتر واكتر وممكن برضو تسوأيها بره فتستفيدي من الموهبة اللي عندك فمن الحاجات كمان اللذيذة قوي قوي لما يكون عندنا موهبة شبه دي كمان برضو الحلوة للسيدة ان هي دايما عندها علاقاتها بأصحابها حلوة وبتحاول ان هي تعزمهم هما يعزموها يعني عندها صديقتها بدأت ان هي تعزمها على الفطار في بلكونتها طبعا ومكانها المميز وبدأ ان هما يفطروا مع بعض بحبطها ترجع تاني برضو ان هي تردلها بقى العزومة وتعزمها عندها في البيت برضو من السيدات التركية الجميلة جدا بروتينها وبأفكارها هبقى نزل لكم فيديو كمان لصديقتها ونشوف كمان بيتها الجميل وكل روتينها وترتيباتها الحلوة ان شاء الله نزله لكم فبدأ ان هما كمان يتعاونوا يعني شوفنا هي لو كانت عندها بدأت تحط معها الاكل على الترابيزة في البلكونة ولما هي كمان راحت لصحبتها بدأت برضو ان هي تساعدها يعني هما العلاقات ما بينهم طبعا زي اخوات فبيتعاونوا مع بعض في كل حاجة يا ربي كده يديم كل حاجة حلوة ما بينهم ويديم كل حاجة حلوة ما بينكم وبين حبيبكم يا ربي كده ودائما بجد يعني تجديد العلاقات كمان مع الاصحاب او اصحاب زمان وعشرة زمان بتبقى من الحاجات اللذيذة اللي بنبقى محتاجينها وتفصل شوية من دغوطات اليوم ودغوطات الحياة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي تعالوا كمان نرجع تاني المطبخة واكلاتها الحلوة قلت لكم ليه بتحبوا مطبخة اوي وتعودنا ان احنا نشوف منها على اكلات ووصفات لذيذة ليه نصين وبدأت ان هي تجيب بقى الكريم شنطية وتحط عليه الفواكه والشكلة والمكسرات والحاجات الحلوة دي وحطته على الطبقة الاولانية والطبقة التانية اللي فوق بدأت ان هي تقطعها لمسلسات وزينتها بالشكل ده وثبتها ان هي تتماسك شوية في التلاجة وبعدين بدأت تحط عليها سوس الشوكولاتة اللي عجبني بقى كمان هنا نشوفه في اللقطة دي كده ان هي بدأت اول باول الحاجات اللي هي طلعتها بقى مش نضيفة للاطباق وكده بدأت ان هي تخسلها وكمان تنشفها وترجعها مكانها يعني بتستغل الوقت اللي في حاجة فيه بتجهز ان هي تعمل حاجة تانية زي مثلا لو انت وقف في المطبخ مثلا بتعملي اكل ومستنيها يستوي او بتحمري حاجة او بتحط حاجة في الفرد حاولي الوقت ده ان انت تستغلي حاجة تانية طالما انت لسه وقفة في المطبخ ومستنيها حاجة ان هي تخلص اقفي وخلصي حاجة تانية لو في حاندك موعين عيس تغسل اخسليها حاجة عيس تكنس حاجة عيس تتمسح في المطبخ اعمليها هتلاقي نفسك ان انت مفيش حاجات كتيرة عليكي وخلصتي اول باول بتاعت بنبقى شايلين الهم هقوم اعمل مثلا حاجة حلوة للأولاد بس الدنيا عندي عتتبهدل ولسه هخسل وعمل حاولي ان انت شجعي نفسك بلقطات كده حلوة من اللي احنا بنشوفها دي هتلاقي ان انت استفدت فعلا ولو بحاجة بسيطة تشجعك على ضغطات البيت وروتين البيت اليوم كمان هنا برضو اخر حاجة بتعرضها معانا فكرة التارت برضو من الحلويات السهلة اللي ممكن انتو تعملوها بطرق مختلفة ممكن انتو كمان تسووا العجينة الاول لوحدها وبعدين بعد ما بتستويب ممكن تحطوا بقى فيها الكريمة او تحط فيها الكستر او تحطوا الفواكه برضو بتبقى طريقة حلوة او كمان الطريقة التانية اللي هي عرضتها معانا ان هي تسويت معاها شرايح الفواكه وكمان حطت عليها شوية من السكر البودرة عشان تتكرمل كده وتدي شكله لون حلو استخدمت بقى فواكه مختلفة ممكن شرايح مانجا ممكن مش مش برقوق طفاح بصوا اي حاجة ابداعو برضو من الحاجات السهلة وتبقى محببة جدا للاطفال بشكلها الحلو وتعموها الحلو واللذيذ زي ما بقولكم دايما ان هي بتحاول تتخلص من اي فوضى موجودة عندها يعني لما بتقوم تعمل حاجة في مطبخها اول باول طبق مش نضيف معلقة مش نضيفة بتبدأ ان هي تخسلها دي برضو من الحاجات الحلوة اللي هي دايما بتعملها وشوفت برضو ان هي بدأت تسويها بنفس الطريقة واللذيذ دايما هي طبعا بتستمتع باي حاجة بتعملها في البلكونة عندها شو كمان قدمتها مع بولة ايس كريم الحاجة السخنة مع السائع المسكر مع الايس كريم بتبقى من الحاجات السهل قوي وبيبقى طعمها حلو جدا فبدأت كمان ان هي تستمتع باعدتها وباكلها الحلو في البلكونة اخر حاجة بقى هنختم بيها طبعا شطارتها مش بس في المطبخ لا كمان في بيتها دايما بنشوف عندها طاقة ونشاط ويه كمان راحة نفسية في بيتها لكل مكان نشوف معها كده روتين سريع كده لمعظم الاجزاء الموجودة عندها في البيت ده كده كان فيديو النهاردة ياربه يكون عجبكم سيدة تركية تعودنا نشوف منها وصفات واكلات وحاجات حلوة قوي في مطبخها وتعودنا نشوف موهبتها كمان في الاعمال اليدوية فدايما عندها نشاط وعندها طاقة ومتكملة كده في حاجات كتير قوي بتعملها ما شاء الله ربنا يديها الصحة ويديكم انتو كمان الصحة والعافية تعملوا كل حاجة جميلة في بيتكم وناخد افكار من كل سيدة عشان نخلي بيتنا احلى بيت في الدنيا فيا رب يكون الفيديو عجبكم وستفدتم منه ولو بحاجة بسيطة لايكاتكم قبل ما يخلص وتعليقاتكم طبعا الحلوة يا احلى اميرات نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وسيدة جديدة ويسألين